موسيقى مساء الخير بعد وفاة هوجو تشافيز انتخبت انتخبت فانزويلا التي تحتضن احدى كبرى ثروات الارض انتخبت نيكولاس مادورو رئيسا بالرغم من محاربة امريكا لها وهي خطوة عدها كثيرون تعبيرا عن عداء مقيم للرأسمالية الا ان هذه البطولة القومية في بلاد سيمون بوليفار كبدت الفنزوليين تضخما بلغ مليونا في المئة وكل ما فعله مادورو انه حذف خمسة اصفار من العملة المحلية البوليفار وكان المشكلة في مطابع المصرف المركزي وليس ان البلاد تعيش ازمات سياسية واقتصادية وامنية والشعب جائع ومريض وعاطل عن العمل لتصل ازمات البلاد الى ذروتها ويعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا لتدخل فنزول في ازمة كبرى ويبدأ عرض العضلات بين الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية واشنطن التي ثارت ثائرتها ضد نظام مادورو بحجة قمعه الديمقراطية وتنكره لحقوق شعبه تغافلت عن ما يجري في سوريا على مدار ثمان سنوات من قمع وقتل مارسه نظام الاسد اما موسكو التي تهب اليوم لاستخدام الفيتو دفاعا عن حكم مادورو اليساري وتتباكى على الحصار الامريكي للشعب الفنزولي وعلى سيادة فنزولا هي نفسها التي استخدمت كل الوسائل بما فيها التدخل العسكري للاجهاز على ثورة الشعب السوري وانتهاك سيادة سوريا والضغط على الدول العربية للتطبيع مع نظام بشار الاسد وكمان قسم المجتمع الدولي في فنزولا انتقل الانقسام الى الشعوب العربية ومن بينها سوريا ففور اعلان الصراع السياسي في القارة الامريكية تحول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى محللين سياسيين وامنيين بين من وصف الرئيس الفنزولي بالرفيق واضعين صورته على حساباتهم الشخصية وبين من وصفه بالديكتاتور متناسين اوجاعهم الاقتصادية وازماتهم السياسية التي يعيشونها منذ عقود طويلة وسؤالنا هنا لماذا ومن اليوم الاول وقف العالم مع المعارضة في فنزولا وترك بشار الاسد يقتل ويسرق ويغتصب ويهجر شعبا باكمله لثمان سنوات متواصلة واذا كان مدور ديكتاتورا وحاكما غير شرعي ماذا عن بشار الاسد؟ هل يوجد على وجه الارض طاغية وديكتاتور لتقف روسيا معه؟ لماذا جمعت الولايات المتحدة الامريكية المعارضة الفنزولية المتشردمة مع بعضها في صف واحد وتحت قيادة واحدة ضد مادورو ولم توحد فصائل المعارضة ضد بشار الاسد؟ أم أن معاناة الشعوب أمست ذريعة لتزديد الفواتير ولإعادة ترتيب موازين القوى؟ أهلا بكم إلى دفاصيل إذن وفي آخر التطورات ظهر رئيس فنزولا نيكولاس مادورو وهو يستعد يستعد لقيادة منورات عسكرية شمال البلاد فيما كان أنصار رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو يوزعون على عناصر القوات المسلحة نص مرسوم العفو الذي يعدهم به في حال وقوفهم إلى جانبه والتحاقهم بمعسكره الداعي لإطاحة مادورو بعيدا هناك في أمريكا اللاتينية يحدث سيناريو يعرفه السوريون جيدا رئيس متمسق بالسلطة ومن خلفه جيش أثبت ولائه المطلق له رغم دعوتهم من قبل رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو للانشقاق احتجاجات تفجرت في الشوارع واعتراف أمريكي بجوايدو كرئيس شرعي للبلاد اعتراف صدم حلفاء واشنطن من الأوروبيين الذين دعوا الانتخابات تكون الفصل والحكم فيما يجري وقحونهم الأوروبيون هكذا وصفهم مادورو أما واشنطن فيبقي الباب مواربا في وجه التفاوض معها ولا ضير من اتهامها بتدبير محاولة الانقلاب ضده كما قال في مجلس الأمن تكرر الصدم الأمريكي الروسي ليس لأجل بشار هذه المرة بل لأجل صديقه مادورو يطالبونه بالتنحي ويفشلون باستصدار قرار بشأن ما يحدث في بنزويلا في مجلس الأمن روسيا حاضرة دبلوماسيا لتعطيل كل شيء عينها على قاعدة عسكرية هناك ولم تنتظر كثيرا لإرسال مرتزقتها لدعم مادورو يرفض بومبيو الخوض في احتمالات التدخل العسكري لدعم حليف واشنطن الجديد لعله ينتظر مجزرة كيميائية ما للتلويح به علنا عداد القتلى ما زال في ارتفاع وإن سألت عن حزب الله وإيران فهما حاضران وفق تقارير أمريكية أكدت أن فيلق القدس الإيراني الذي يشرف عليه اللواء قاسم سليماني عزز برنامجه التدريبي لأمريكا اللاتينية وذكرت المصادر أن سليماني يستخدم عناصر من ميليشيا حزب الله لتدريب الجيش الفنزويلي وبحسب فوكس نيوز كانت هناك رحلة مباشرة يومية من كراكس إلى طهران ولا أحد يعرف حقيقة ما كان على متن تلك الطائرات وهنا يطرح السؤال هل سينفذ مادورو سيناريوهات صديقه بشار في التعاطي مع هذه المظاهرات ويودي بالبلاد إلى الهاوية جميع المعطيات تفيد بأن عقلية الدكتاتور تبقى واحدة مهما اختلفت الشخص لكن سرعة تهاوي مادورو خارجيا تطرح ألف سؤال عن سبب تعاطي تلك الدول بمكيالين مع قضايا من المفترض أنها عادلة ليس لفساد مادورو ينقسم المجتمع الدولي حول فنزويلا كما أنه ليس لفساد بشار الأسد انقسم ولا غيرة على عدالة وديمقراطية تريد القوى الكبرى تعميمها في تلك البلاد رائحة النفط والاستثمارات والأسهم تفوح من الزوايا بين مادورو الذي أعطى الروس كل شيء وجوايدو الذي وعد الأمريكيين برفع إنتاج النفط تدور رحى حرب يعلم الفنزويليون المتعبون أنها حرب بالوكالة لعلهم يتعلمون الدرس من السوريين الذين خاضوا معركتهم على مدى سنوات وهم الذين تعلموا من قائدهم بوليفار كيف تقعد حروب الاستقلال حتى وإن فشلوا في قطف ثمارها أرحب بضيوفي عبر الإقمار الصناعية من واشنطن بالدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن وبضيفي من باريس الخبير في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلافالة بضيفي من إسطنبول الباحث السياسي الأستاذ ماجد عزام وبضيفي من موسكو المحلل السياسي الروسي السيد يفغيني سيدروف مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل أبدأ مع السيد يفغيني سيدروف من موسكو كيف تنظر إلى ما يحدث اليوم في بنزويل سيد سيدروف هناك ثورة هناك معارضة اليوم تقول أن الرئيس زور الانتخابات لولاية ثانية هناك مظاهرات شعبية ضده وهناك أيضا أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد والموقف الروسي الرسمي معروف أريد توصيف منك للحالة البنزويلية التي تمر الآن نعم الوضع بالفعل معقدة أولا أعفون قبل كل شيء مساء الخير لك للمشاهدين وديوفك الكرام الأوضاع الصعب ومتعزم للغاية في فونسيلا وهذا الأمر معروف للجميع ولا داعي للإشارة أو للتركيز عليه ولكن الملفد هنا وأنا أتحدث مثلا عن موقف روسيا فهناك تحول أو تغير نوعا ما في هذا الموقف في الساعات الأولى بعد ما أعلن جوايدا نفسه رئيسا لبنزويلة روسيا عبرت عن احتجاجها وقالت أن هذا الأسلوب غير شرعي وإلى خيره ثم يعني بعد قليل ربما بعد يوم خففت من لوجتها واقترحت أو عرضت وسطتها في المباحثات بين مدورة والمعارضة هذا يعني أن روسيا ربما تدرك ضرورة وهي ربما تأخرت في هذا النوع عن ما ضرورة إقامة اتصالات مع المعارضة جس نبط ما يجري في البلاد من تطورات مهمة جدا لكي تكون مستعدة لأي تطورات ولأي طاري وهذا لم يحدث للأسف ولكن الآن أعتقد بأن روسيا ربما تدرك خطورة ما يحدث في بنزويلة ولا تريد للوضع أن يتأزم أكثر بصفتها تؤيد اليوم حكم مدورة لا روسيا لا تؤيد مدورة كيف تصور ذلك الكثير من وسائل الإعلام روسيا الآن حسب بعض الأنباء تبحث بشكل محموم مخرجا من الأزمة الاقتصادية العميقة التي طالت فينزويلة هي أغنى دولة من حيث مخزون النفط ولكن تضخم معدلاته سريعة جدا وصلت إلى 1700 هذا رقم ربما لم يكن له مثيل إلا ربما في بعض بلدان أخرى نادرة جدا هذا المؤشر نراه وفد روسي زار منذ عدة أشهر وفد اقتصادي فينزويلة وطرح خطتها لإنقاذ الاقتصاد فينزويلة من الأزمة وكان ربما من المفترض أو من المتوقع أن يجري بحث مفصل لهذه الخطة ولكن الأحداث الأخيرة والتطورات الأخيرة استبقت ربما جهود روسيا على هذا الصعيد الآن أعتقد أن الحل الأمثل بالنسبة لروسيا أن تشارك كما أكدت هي بعد قليل من بداية الأزمة أن تشارك كوسيط طبعا إذا طلب منها ذلك أنا متأكد أن مادورة طبعا محتم بذلك وحريص على وساطة روسيا الأمر الآخر هو كيف ستنظر بلدان وأطراف أخرى أيدت جوايدو إلى الوساطة الروسية هل ستوافق هل ستعارض هذا ما نراه خلال الأيام القليلة القادمة نعم أنتقل ورحب من جديد بالدكتور إدموند غريب الأستاذ الحلقات الدولية في جماعة جورج واشنطن ضيفي من العاصمة الأمريكية أهلا ومرحبا دكتور إدموند لماذا كل هذا الدعم السريع منذ بداية الحراق المعارض ضد مادورو في فنزويلا من قبل الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية برأيك أولا هذا الدعم ليس سريعا طبعا وتيرته مختلفة اللهجة التي تستخدم مختلفة المواقف التي قد تتخذ فيما بعد أيضا مختلفة الأعتراف بإخوان جوايدو برئيسا شرعيا هذا لا يأتي بشكل سريع لا بل أن الولايات المتحدة كانت حتى حسب بعض وسائل الإعلام الأمريكية هي التي حثت جوايدو على اتخاذ هذا الموقف وأنه حسب هذه الأنباء فأنه قد تردد لفترة عدة أيام قبل أن يقرر أعلان أو قبول مثل هذا الأعلان هذا يعني بأن الولايات المتحدة كانت تعمل مع حلفائها ومع المعارضة في داخل بنزويلة لتصعيد معارضتها وتحديها للقيادة البنزويلية والسبب بعد أن تقمل أعتقد أن هناك عدة أسباب فعلا وراء ذلك ربما أولا كان هناك نوع من العداء لهذا النظام لأنه نظام اشتراكي تعتبره واشنطن هو نظام ديكتاتوري يقمع الحريات يعادي القوى الديمقراطية وينتهي حقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك هذا النظام هو حليف لكوبا كان هناك هذان النظامان كان يمثلان تحدي عقائدي وسياسي للنفوذ الأمريكي وللنظام الرئاسمالي في أمريكا اللاتينية ولذلك أعتقد هذا هو أحد الأسباب ولكن هناك أسباب أخرى من بينها أيضا تصاعد النفوذ الروسي والصيني والتركي وغيره في بعض ديكتوري في بنزويلة الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدت إرسال روسيا لطائرتين استراتيجيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية قبل فترة ثم بعد سحبهما بعد فترة وأيضا التنافس الذي نراه على المستوى العالمي الآن بينها القوى الصاعدة أو القوى العائدة للقيادة الأمريكية بالإضافة إلى أهمية بنزويلة الجيوستراتيجية والاقتصادية خاصة أن لديها أكبر احتياطي من النفط في العالم هناك الكثير من المواد الخام أيضا كانت ذهب أو معادن ثمينة أخرى وبالتالي فأن هذا الصراع له علاقة بالسياسة الأمريكية والدور الأمريكي في أمريكا اللاتينية لأن أمريكا اللاتينية مهمة جدا تعتبر الحديقة الخلفية لواشنطن هناك مبدأ مونرو منذ القرن التاسع عشر الذي يقول منع الدول الأوروبية من التدخل عندما كانت الدول الأوروبية لا يزال لها بعض النفوذ في أمريكا اللاتينية وترى بأن هذه المنطقة يجب أن تسير في نفس الاتجاه الذي تسير به واشنطن ولذلك رأينا واشنطن أن اليوم الفرصة مناسبة للتغيير بالضبط تماما أنتقل وأرحب من جديد الأستاذ ماجد عزام البحث السياسي ضيفي من إسطنبول أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد بتوصيفك أريد أن أسمع وجهة نظرك أيضا وتقييمك لما يحدث اليوم في بنزولا هل بالفعل هي ثورة ضد حكم ديكتاتوري استبداد ضد أوضاع اقتصادية متردية جدا أدت إلى انهيار اقتصاد البلاد أدت إلى الوصول إلى من يقدر على تأمين لقمة عيشه أو أكله هو وعائلته يعد من الأثرياء أم هو مؤامرة تحاك لقلب نظام الحكم المعادي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم المعارضة أتفضل أنا أعتقد أن في بنزولا أزمة سياسية عميقة منذ سنوات وأزمة اقتصادية أيضا عندما تحدث عن فشل للنظام بشكل كامل عندما نتحدث عن دولة نفطية يفترض أن تكون غنية وعندما وارد طبيعية وتصل إلى هذه الدرجة من الانهيار الاقتصادي أو التراجع الاقتصادي فنحن أمام فشل للمنظومة التي حكمت منذ شافيز حتى الآن طبعا بداية المشكلة الاقتصادية بدأت مع شافيز واضح أن هناك سياسات خاطئة تمت اعتمادها أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي ثم رأينا غياب التوافق والافتقاد ربما إلى دستور أو يعني روح الدستور أو التوافق على دستور يمكن بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات أو الاحتكام إلى المؤسسات يعني أنا أعتقد أن المشكلة في فنزولا هي داخلية بامتياز طبعا هناك دول تريد أن تدافع عن مصالحها في فنزولا تتخذ هذا الموقف أو ذاك رغم رأينا نوع من النفاق يعني لما نرى مواقف تجاه الشعب السوري مثلا مثل ما رأيناها لا في أوكرانيا ولا حتى الآن في فنزولا لكن أنا أؤمن يعني أن هناك مشكلة عويصة مشكلة داخلية عميقة وتراكمت خلال سنوات وواضح أن هناك افتقاد إلى حتى النظرة إلى الدستور هناك افتقاد إلى المؤسسات هناك انقسام حقيقي في المؤسسات هناك انقسام حقيقي في الشارع وللأسف يعني واضح أن ممارسات السلطة هي التي أدت إلى مزيد من التوتر في الجانب السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي نتحدث عن انقسام يعني الرئيس واضح أنه لا يملك ما زال يملك شعبية حتى لو تتناقص أو يعني محدودة أو تتقلص المعارضة تملك واضح أنها شعبية كبيرة نتحدث عن انقسام سياسي لابد أن يتم التوافق لابد أن يكون هناك ذهاب الانتخابات الوسط التقليدية هذا الانقسام أيضا انعكس على دول العالم أيضا يا أستاذ ماجد صحيح؟ يعني أنا أعتقد أنه نحن هناك انقسام لكن يجب أن ننتبه مثلا المنظمة أمريكا اللاتينية وهي تضم معظم دول أمريكا اللاتينية معظمها أيدت رئيس الجمعية الوطنية حتى على مستوى العالم يعني حجم التأييد للمعارضة أو لرئيس الجمعية الوطنية هو أكبر بكثير من حجم التأييد للرئيس مادورو يعني أنا أعتقد أنه يجب الانتباه طبعا الموقف الأمريكي إلى الموقف الروسي ثم إلى موقف الدول في أمريكا اللاتينية وهذا أمر مهم جدا يعني في الفترة الأخيرة أو في فترة أوباما عندما كانت يعني ذهبت أمريكا اللاتينية وهذا أمر مهم جدا إلى الديمقراطية تحررت من القبضة الأمريكية أيضا الرئيس أوباما كان منفتح مثلا على أمريكا اللاتينية ويحرف أن هناك مصالح بالإمكان بالقوة الناعمة أن يتم التفاهم مع القوى الجديدة التي حكمت في آخر عقد في أمريكا اللاتينية لكن الانقساما أعتقد أن معظم دول العالم أو الغالبية هي تؤيد المعارضة ويجب الانتباه أن معظم دول أمريكا اللاتينية جمعية المنظمة الأمريكية في أمريكا اللاتينية ولا تضم معظم دول أمريكا أمريكا اللاتينية معظمها أيدات المعارضة وهي كانت ناشطة في الفترة الأخيرة في حل بعض الأزمات التي عصفت بالقررة الغنية على كل المستوى طبعا أمر مهم جدا وأنا لا أصله ربما يكون غير مباشر لكن التغيير اللي حصل في البرازيل في الفترة الأخيرة هزيمة اليسار تراجع اليسار وصول ربما ترامبا أو أحد نسخ من ترامب إلى البرازيل لا أعتقد أنه أيضا شجع أو أدى ربما يكون في الخلفية لكن نتحدث عن برازيل هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية والتغيير الذي حصل فيها مع تراجع اليسار أعتقد أنه سيشجع أو شجع على ما رأينا في فنزويلا وشجع على المواقف في أمريكا اللاتينية المؤيدة للمعارضة طيب دكتور إسماعيل خلف الله الخبير في القانون الدولي ضيفي من باريس أهلا ومرحبا بك من جديد وفق القانون الدولي وأيضا في الدستور في فنزويلا وفق طلاعك أليست سيطرة المعارضة الفنزويلية على أغلبية في البرلمان وبالتالي ما يحدث اليوم هو أمر طبيعي أن لا تعترف بالرئيس حاليا كممثل شرعي للبلاد ومن حقها اليوم إجراء انتخابات جديدة أو التشكيك بنزهة الانتخابات التي أدت بما دوره لولاية ثانية برأيك في البداية أحييكم وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي المشاهدين الأكارم قبل أن أجيب على هذا السؤال المهم أردت أن أقول أن الأزمة التي تعيشها فنزويلا اليوم هي صورة أخرى تبين وتوضح النفاق الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكيل بمكيالين فإذا كانوا ينظرون إلى أن هذا الرئيس الفنزويلي على أساس أنه ديكتاتور وأن هذا الشعب يريد الديمقراطية ويريد الحياة الكريمة فما هو موقف هذا المجتمع الدولي من الأزمة السورية جميل سنتطرق لهذا الموضوع دكتور اسماعيل ونتحدث به تفصيليا ولكن نبدأ بالأزمة ليفهم المشاهد اليوم ما يحدث في فنزويلا وسنوسع النطاق والإسقاط على سوريا والمنطقة هذه المعارضة والتي تتمثل في هذه الكتلة أو هذا رئيس البرلمان أو زعيم المعارضة الذي هو مدعوم دوليا وخاصة من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي فهنا القضية أن ليست هناك قانون يخول لهذه المعارضة أن تستلم السلطة مباشرة فإذا كانت هذه الانتخابات هم الآن يقولون على أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولم تكن صحيحة فالمفروض أن يطالبوا بإجراء انتخابات جديدة وليس أن ينصب نفسه مباشرة رئيسا لهذه الدولة كي من نصبه ورئيس دكتور إسماعيل أن انتخابات جديدة بوجود ما دوره هو النتيجة نفسها لأنه ما زال بالحكم لذلك مقترحه إخوان جوايدو أن يستلم الحكم لفترة انتقالية ووعد الجميع بإجراء انتخابات مبكرة لذلك قاموا بهذه الخطوة نزع الشرعية عن الرئيس ما دوره أنا لا أعتقد أن هذه أنا قلت أن هذه صورة أخرى للنزاع القائم بين القطبين القطب الروسي الصيني والقطب الغربي بقيادة أمريكا هذه حرب بالوكالة وأرادوا أن يصطنعوا لها هذه الأعذار فالقضية ليست قضية أن هذا الشعب ترى بواد الحرب منذ الآن دكتور إسماعيل ترى بواد الحرب في فنزويلا منذ الآن نعم يعني الأزمة في بدايتها إذا قلنا أن هذا الرئيس البرلمان الذي يمثل المعارضة فننظر إلى الشارع الفنزويلا الآن منقسم إلى قسمين هناك من يؤيد هذا الرئيس وهناك من يؤيد هذه المعارضة فإذن القضية ليست بهذه البساطة على أساس أن إذا قلنا أن روسيا الآن تدعم أو تدعم الرئيس الفنزويلا وأن أمريكا والدول الغربية تدعم الزعيم المعارضة وإذا قلنا أن هؤلاء المجتمع الدولي برمته الذي يريد الخير لهذا المجتمع أو لهذا الشعب الفنزويلا الآن نرى أن أمريكا هذه الأموال التي كانت محجوزة أموال تشافيز والحكومات السابقة حكومة تشافيز بالخصوص الآن أصبحت فتحت الخزائن لهذه المعارضة وأعطت التمويل حتى تستطيع المعارضة أن تنقذ على السلطة وأن تسقط هذه الرئيس الفنزويلا أنا أقول أن هناك هجمة شرسة من التوجه اليميني وخاصة في أمريكا فهم يدعمون ويضعون هذه المبررات وعندما ننظر إلى القرار الأمريكي أو التوجيهات الأمريكية إلى البعثة الدبلوماسية الأمريكية على أساس البقاء وعدم الخروج من فنزويلا فهذا لخلق عذر آخر وهو خاصة أنها ستتعذى إذا أرادت التدخل العسكري فإنها ستتحجج على أن هذه البعثة هي مهددة وعلى أن زعيم المعارضة مهدد وتفتح الباب للا قدر الله إلى التدخل العسكري أنا أعتبر أن هذه ما هي إلا مبررات تريد من وراءها أمريكا بالخصوص على أن تسقط هذا النظام الداعم لموسكو وهذا النظام الذي ما زال يمثل عظم داخل أمريكا داخل القارة الأمريكية فإذا استطعت أمريكا أن تجلب البرازيل والدول اللاتينية الأخرى فبازالت فنزويلا وها هي الفرصة التي تريد من ورائها أن تحقق هذا الهدف أرجو منك البقاء معنا دكتور إسماعيل الدكتور إدموند غريب قبل أن يغادرنا سأتوجه إليك بسؤال الدكتور إدموند اليوم لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت هذا الزخم والدعم الواضح يعني منذ اليوم الأول وقبلها كما تفضلت حضرتك هل لا رأينا الأوضاع في فنزويلا بهذا الشكل أو تأخذ هذا المنحة لا أعتقد أنها كانت ستأخذ هذا المنحة ولكن كما تفضلتم وذكرتم في تقريركم وفي أيضا من خلال الأسئلة التي تفضلت ووجهتها للضيوف هي أن هناك مشكلة حقيقية داخل بنزويلا بنزويلا تعاني فعلا من الكثير من المشاكل التي تعاني منها الكثير من دول العالم خاصة في الدول النامية هناك فساد اقتصادي هناك أيضا إمفاق للمال على القوات المسلحة ونحن نتحدث عن دولة نفطية لديها من أكبر الاحتياطات النفط في العالم صحيح وهنا تأتي تعقيدات هذه المشكلة لأن هناك أسباب حقيقية موضوعية قائمة داخل المجتمع بسبب السياسات التي تبنتها حكومة رئيس شباز مثلا حكومة رئيس شباز كانت تقدم الكثير من النفط مجانا لدول فقيرة في أمريكا اللاتينية حتى داخل الولايات المتحدة نفسها كانت الشركة البنزولية تقدم مساعدات مالية للفقراء داخل الولايات المتحدة بالنسبة في أسعار النفط مثلا وغير ذلك أو الطاقة وبالتالي فأن كان هناك الكثير من الهدر ربما الذي كان يجب أن لا يتم بالإضافة إلى ذلك هناك طبعا أيضا طبقات جديدة مستفيدة من هذا الوضع ولكن هذا لا يعني أيضا بأن الضغوط الاقتصادية التي مارستها الولايات المتحدة العقوبات حتجاز الأموال لم يكن له تأثير وبالتالي كل هذه الأمور فعلا كما تفضلت وذكرت كلها لها دور ولها تأثير على ما يجري داخل داخل بنزولا بخطورة الآن هي إلى أين تتجه الأمور برأيك إلى أين تتجه الأمور في بنزولا الأمور تتجه للأسف على الأقل قراءة لها ربما يكون مخطئا نحو التصعيد وبالتالي فأن هناك أيضا ضغوط اقتصادية حتى أن المثير اليوم برزت معلومات من أن السناتر لينزي جراهم وهو السناتر جراهم هو من سقور الجمهوريين الذي يؤمن بالتدخل طالب مثلا بإسقاط النظام في سوريا طالب بالتدخل في ليبيا في إيران يبدو أنه حذر كما ذكر وسائل الرئيس ترامب عندما تحدث معه يوم أمس حول هذا الموضوع من التدخل للمباشر وعنده إذن يقال أن الرئيس ترامب قال له ولكن ألست أنت الذي تؤيد التدخل في كل مناطق العالم في الولايات المتحدة هناك رئيس يعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة معادية للمصالح الأمريكية هي معادية للديمقراطية وأن هذه هي فرصة للولايات المتحدة للتدخل ولتغيير الوضع هناك وهو قد استطاع هو وإدارته حشد عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية طبعا ولكن حتى في أمريكا اللاتينية هناك انقسام ربما قد يكون هناك دولة أو دولتان تدعمان الولايات المتحدة أكثر من تلك التي تعارض التدخل وبالتالي فإن بنزويلا مفتوحة على كل الاحتمالات هناك احتمالات الصراع الداخلي تصعيد المظاهرات الاحتجاجات هذه مسألة الإشارة الجايش حتى الآن أيضا دكتور إدموند إلى جانب مادورو نعم صحيح؟ نعم هناك تفضل عفوا أضيف إلى كلامك هذا ربما يعقد الأزمة أكثر ليس إلى جانب المعارضة أو إلى جانب الشعب أو مطالبه بالضبط وهذه نقطة بدأت بعض المحللين الأمريكيين يعبرون عن مخاوف منها أولا أن الشعب البنزولي الاعتراف مهم ورمزيا مهم ولكن في النهاية الاعتراف لا يغير شيء إذا لم تتغير الأمور في الداخل البنزولي إذا استمر الجيش في دعم حكومة مادورو وحتى الآن يبدو أن الجيش قد استمر يوم أمس مثلا الملحق العسكري في السفارة البنزولية انشق وقال أنه سيدعم الرئيس الجديد الإدارة الأمريكية تحاول والمعارضة تجري اتصالات لحث الجيش على الوقف دعمه للرئيس الحالي مادورو أيضا بالنسبة لقوى الأمن أيضا ببعض دول الأمريكا اللاتينية أيضا تتجه بهذا الاتجاه وبالتالي قد نرى تصعيد للمظاهرات قد نرى أيضا بدء حرب بالوكالة من خلال الصراعات كما شاهدنا في سوريا كما شاهدنا في مداطق أخرى وربما وهذا ما لم يستبعده الرئيس الأمريكي ربما قد نرى تدخل عسكري مباشر وإذا مثلا حدثت مواجهة في السمع السفارة أو حدث أي أذلة للدبلوماسيين الأمريكيين أو حدثت انتعاكات كبيرة فأن الرئيس الأمريكي قد حذر بأنه سيكون هناك رد قاسي على تصرفات الحكومة الفنزولية الحالية أشكركم جزيلا شكر دكتور إيدبوند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن شكرا لمشاركتك معنا كما أدعو باقي الضيوف الكرام إلى البقاءة وإلى ببعد الفصل الفصل قصير مشاهدين ونعود تفضلوا بالبقاءة اشتركوا في القناة